وجه غبطة البطريارك بير باتيسيا باتسبا على بطريارك القدسي للاتين رسالة إلى الكهنة والرهبان والراهبات قبل افتتاح المرحلة الأبرشية للمسار السنودسي في الأرض المقدسة المرتقب في الثلاثين من الشهر الجاري ودع غبطته في رسالته رعاة الكنائس لتعزيز مشاركة جميع الهيئات الكنسية كي يتمكن كل شخصا من التعبير عن فكره بحرية كما يريد قداسة الباب فرانسيس وقال غبطته إن الموضوع الذي تم اختياره لهذا الحدث الكنسي من أجل كنيسة سينودسية يعبر بوضوح عن نية الباب فرانسيس بأن لا تكون حياة الكنيسة مرتكزة حصرا على الإكليروس بل يتعين مشاركة تامة من قبل جميع المؤمنين وأن يكون الكهنة وسطاء بين الأسقفة والمؤمنين معربا عن تمنياته أن تشهد المسيرة القادمة مشاركة كافة الرعاية والجمعيات الرهبانية والأديرة والمعاهد الكليريكية والشباني والحركات الكنسية والجمعيات والمهاجرين والعمال الأجانب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر